دعت اللجنة المركزية في درعا الغربي لاجتماع الفصال المسلحة لضبط الواقع الأمني المنفلت ومحاسبة المتورطين بجرائم القتل والاغتيالات لنتابع وضع أمني ينهش تعيشه محافظة درعا جنوب سوريا على الحدود مع الأردن منذ استعادة قوات الحكومة السورية بسط سيطرتها على المحافظة عام 2018 بعد فرض روسيا تفاهم على الفصائل المسلحة والسكان المحليين انتشار السلاح بين السكان وازدياد أعداد الفصائل المسلحة والحالة المعيشية السيئة بالإضافة للوضع المتوتر بين قوات الحكومة وأهالي درعا دفعت الأمور في المحافظة نحو الفوضى والفلتان الأمني الذي تظهر تداعياته بشكل شبه يومي من خلال حوادث وجرائم وخطف واغتيالات في ظل هذا الوضع دعت اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي ممثلين عن مجموعات عسكرية محلية في المحافظة لاجتماعا يهدف لتحقيق تنسيق الجهود لمكافحة التطرف والفساد ومتابعة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم لضمان الأمن والاستقرار في المحافظة وبحسب مصادر محلية فإن الاجتماع الذي عقد أمس السبت حضره ممثلون عن فصائل محلية إضافة إلى لجان مركزية من درع البلد وأرياف المحافظة وأكدت مصادر من غربي درعا أن الرتل عسكري يتبع لللواء الثامن المشكل من قبل روسيا عام 2018 وآخر يتبع للقيادي عماد أبو زريق التابعي للأمن العسكري أيضا دخل مدينة طفاس لحضور الاجتماع في جامع التقوى إلى جانب فصائل اللجنة المركزية في الريف الغربي ووفد من درع البلد ويتفاوت التوتر الأمني في محافظة درع بين يوما وآخر لكنه مستمر لم ينقضع منذ إعادة قوات الحكومة السورية سيطرتها على المحافظة جنوب سوريا في تموز عام 2018 وعلى مدار السنوات الماضية تحولت المنطقة الجنوبية من سوريا إلى منصة تهريب للمخدرات نحو الأردن إضافة إلى انتشار تجارة المواد المخدرة داخليا ينضم إلينا من الحدود السورية الأردنية أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران أهلا بك سيد أيمن إذا نتحدث عن دعوة للجنة المركزية بريف درع الغربي فصائل محلية لضمان الأمن والاستقرار في المحافظة لما تشهد من فلتان أمني ما قصت هذا الاجتماع ولماذا عقد الآن المحافظة أو المدينة تشهد من فلتان أمني منذ سنوات نعم تحية لك والسبب المشاهدين للحرارات اليوم أهلا بك بكل تأكيد الثلاثان الأمني مستمر متواصل منذ عقد اتفاقية التسوية عام 2018 الذي وقع بين فصائل المعارضة وروسيا اليوم نشهد اجتماع هو الأول من نوعه طبعا منذ سنوات للقيادات العسكرية السابقة بفصائل المعارضة على اختلاف توجهاتها منها من انخرط ضمن اللواء الثامن الذي شكلته روسيا عام 2018 في الجنوب السوري ومنهم من ارتبط بجهاز الأمن العسكري وشكل من مجموعات وميرشيات محلية تعمل أيضا بعضها في تجارة المخدرات القيادات العسكرية هذه التي حضرت في مدينة طفست طبعا تحت اتفاقية الدفاع مشترك بين عدد من المناطق طبعا تواصلت مع أحد القيادات العسكرية التي حضرت الاجتماع من القادة السابقين بفصائل المعارضة وأشار إلى أن هذا الاجتماع كانت الدعوة الرئيسية للمناطق وليس لأشخاص بعينهم طبعا المناطق التي حضرت الاجتماع معظم مناطق محافظة درعة منها المناطق الرئيسية مدينة درعة ومن ضمنها درعة البلد بلدة نصيب مدينة بصر الشام منطقة الجيدور تعذر وفد منها الخروج إلى الاجتماع كون هناك خلاف عشائري حدث يوم أمس في مدينة جاسم ضمن منطقة الجيدور وكلفوا أحد القيادين في الريف الغربي للحضور عنهم وأيضا مركزية الريف الغربي كانت حاضرة في الاجتماع هذا الاجتماع الذي استمر لنحو ساعتين تم الحديث عن كما أشرت اتفاقية الدفاع مشترك أنه في حال تعرضت أي منطقة في محافظة درعة لتهديد أمني أو خطر من قبل النظام السوري أو تنظيم داعش أذرع النظام في محافظة درعة كتنظيم داعش والتنظيمات الأخرى وأيضا تجار المخدرات والذين يعملون على قطع الطرقات ويعملون في التشبيح والاغتيال والخطف والاعتقال في محافظة درعة هذا ما ذكرته أن الاجتماع سيحد منه وفق اجتماعات متتارية ستحدث في قادم الأيام أيضا في مدينة طفس وعدد من مناطق المحافظة هذا أبرز بنود ما تم التوصل إليه في الاجتماع سيد أبو محمود تحدث حضرتك وقلت أن هناك فصائل بمختلف تبعياتها سواء للأمن العسكري أو للواء الثامن شاركت في هذا الاجتماع كيف يمكن لهذه التي تتبع للجهات الأمنية من عسكري أو للروس اللواء الثامن أن نشارك فيها مسعى لضبط الأمن وهم متهمون أصلا بإحداث الفوضى وتجارة المخدرات تماما وهذا ما أشرت إليه في بداية حديثي نحن اليوم نتفاجأ من حضور بعض هذه الشخصيات التي أيضا هي تعمل في تجارة المخدرات نتحدث عن القيادة عماد أبو زريق في آذار الماضي الخزانة الأمريكية أدرجت اسمه على لوائح العقوبات الأمريكية لتزعمه ميليشيا محلية تعمل وتتبع لشعبة المخابرات الأسكرية ويعمل أفرادها على تهريب وتجارة المخدرات اليوم نحن نتفاجأ لكن باعتقادي أن سلطة الأمر الواقع وهنا أتحدث عن عماد أبو زريق هو قيادي سابق بفصال معارضة لذلك يحسب سلطة الأمر الواقع بأن هذا الاجتماع يضم جميع القيادات لكن اتخاذ القرار باعتقادي أنه سيكون من القيادات الغير مرتبطة بأجهزة النظام الأمنية لأن النظام هو المسبب الأول والأخير للمخدرات ولقطع الطرقات ودعم الخلايا التي تعمل على إحداث الفوضى الأمنية في محافظة الدرعة لذلك من الطبيعي أن يكون حضور بعض هذه الشخصيات بحكم أنها كانت سابقا بفصال معارضة لكن لا أعتقد بأنه سيكون لهم دور في عملية اتخاذ القرار في الأيام القادمة وهنا نسأل هل يمكن المراهنة أو البناء على هذا الاجتماع لتخفيف الفلتان الأمني في المحافظة باعتقادك سيد ابن محمود باعتقادي نعم يمكن المراهنة على بعض القيادات التي حضرت الاجتماع كون لها باع طويل في معارضة النظام خاصة يعني أن عدد من هذه القيادات أثبتت جدارتها في محافظة الدرعة بضبط الأمن ضمن مناطقها مع اختلافنا مع عدد من القيادات العسكرية لكن اللواء الثامن اليوم بالمجمل العام هو يحافظ على مناطقه في شرق درعة ونتحدث أيضا كذلك الأمر في منطقة حوض اليارموك وعدد أيضا من منطقة الجيدور من القيادات هناك باعتقادي أنه نراهن على جزء من القيادات في ضبط الأمن في مناطقهم ونحن نسعى أن يتم ضبط الأمن في كامل مناطق مدن وبلدات محافظة درعة وأن يكون ملف المعتقلين دائما حاضرا وبقوة في التفاوض مع النظام لأن النظام لا يستجيب لهذا الملف على الإطلاق لا يطلق ولا يكشف عن المعتقلين في سجونه على الإطلاق يعني بالعموم ما المحافظة الدرعة تعتبر هي منطقة تحت سيطرة قوات الحكومة السورية كيف تم التنسيق لهذا الاجتماع وجود هكذا قادة عسكريين سابقين أمام أعين قوات الأمن نعم من الطبيعي أن تحدث هذه الاجتماعات لأن هناك أساسا مركزيات في محافظة درعة وهذه المركزيات مقسمة إلى قطاعات كما أشرت اللواء الثامن شرق درعة هناك مركزية في أريف الغربي لمحافظة درعة ومركزية مدينة درعة ينضوي تحت هذه التشكيلات الثلاثة آلاف المقاتلين السابقين بفصائل المعارضة لذلك لا يمكن للنظام أن يكون له دور مباشر بهذه الاجتماعات بحسب التسويات تم تسليم الأسلحة الثقيلة للنظام وحتى الأجر الأسلحة الفردية الذين أجروا تسويات تم تسليمها غير صحيح يعني السلاح الفردي الخفيف ضمن اتفاقية تموز 2018 أن يبقى السلاح الخفيف بمتناول أبناء محافظة درعة وهذا أمر طبيعي اليوم تجد في كل منزل هناك قطعة سلاح وهذا أمر طبيعي لأن حالة الفلتان الأمني والفوضى الأمنية والخلايا الأمنية التي جندها النظام السوري والميليشيات الإيرانية لتخلص من قادة وعناصر المعارضة السابقين وشخصيات اعتبارية أمر طبيعي أن يقتني أي شاب اليوم في محافظة درعة السلاح الخفيف ليدافع عن نفسه وأهله وأهل بيته لذلك من الطبيعي جدا أن يتنقل القادة القيادات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يمكن لحواجز النظام الاعتراض لهم لكن من الممكن أن يكون هناك نصب كماء لهم على الطرقات عن طريق زرع العبوات الناسفة لإغتيالهم لكن هذه القوات العسكرية التي تتجه من منطقة إلى أخرى تتجه بقوام عدد كبير من العناصر السابقين بفصال المعارضة من الصعب استهداف هكذا أرتال عسكرية كبيرة تخرج من منطقة إلى أخرى وأشرت أن هناك اتفاق التسوية نعم أشار إلى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لكن السلاح الخفيف لم تنص الاتفاقية الأولى على أي تسليم قطعة من السلاح الخفيف طيب سيد أبو أيمن هنا نسأل بما أنه التهم دائما إلى قوات الحكومة السورية أو الفصال التابعة لإيران التي هي من تدير إنتاج وتجارة المخدرات وتهريبها لأردن وغيرها باعتقادك هكذا إجراء أمني أو تحرك أمني من قبل اللجان المركزية هل ستنظر إليه الحكومة فقط ستبقى بموقف المتفرج أم أنه ربما تحاول إفشال هكذا مساعي لضبط الأمن لأن الخلق الأمنية والفلاتان الأمني ربما يساعد قوات الحكومة والفصال الإيرانية نعم أعتقد أن النظام سيعمل على حالة التفرقة والخلافات أساسا أن كان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو نبذ الخلافات بين عدد من القيادات العسكرية في محافظة درعة لكن النظام دائما يعمل ضمن محافظة درعة وضمن المدينة والبلدة الواحدة على مبدأ فرق تسن يعني تجد في مدينة طفس اليوم ثلاثة كتلات عسكرية كل منها يريد التخلص من الآخر للأسف في مدينة جاسم أيضا قطبين في مدينة درعة عدة أقطاب لذلك النظام دائما يسعى إلى حالة التشرذم من خلال دعم طرف ويدعم الطرف الآخر عن طريق وكلاء ووسطاء بشكل غير مباشر هو يريد حالة الشرخ العشائري والفلاتان الأمني وسيعمل على إحباط أي محاولة ضبط للأمن في محافظة درعة لأن أحد وأبرز المحاور التي تم الاتفاق عليها هي مكافحة تهريب المخدرات اليوم الجنوب السوري أصبح محطة لتزويد الأردن ودول الخليج العربي بالمخدرات وأيضا أصبح محطة لاختبار نوعية المواد المخدرة طيب ماذا عن الحديث الذي يدور عن تشكيل فصيل درح هوران؟ غير صحيح الاجتماع الذي حدث يوم أمس لم يطرح به أي تشكيل عسكري أو أي فصيل جديد إنما يعني كما أشرت هي هم يعني وقعوا على اتفاقية معاهدة وهذه اتفاقية دفاع مشترك أنه في حال تعرضت منطقة إلى خطر أمني ستجتمع كل المناطق للذهاب إلى هذه المنطقة والدفاع عن سكانها وأهلها من خطر سواء النظام السوري أو أذرعه كما أشرت تنظيم داعش وتجار ومهربي المخدرات هذه الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها ضمن هذا الاجتماع ولم يتم الاتفاق على أي تشكيل عسكري جديد من الممكن أن يكون ذلك في السنوات القادمة لكن حتى الآن لا بوادر لذلك هو اتفاقي الدفاع مشترك بين عدد من المناطق في محافظة داعش أشكرك جزيل الشكر من الحدود السورية الأردنية أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران شكرا لك مشاهدينا نذاب إلى أفاصل أخير ثم نعود اشتركوا في القناة